والآن إلى جولة حول آخر الأرقام، أرقام الإصابات طبعا والإجراءات المتبعة في بعض العواصم العربية نضم إلينا من بيروت كلودي أبي حنة ومن دبي عبدالله الزعبي ومن تونس نجلة أبو خريص أبدأ من عندك كلودي بالتزامن طبعا مع احتفالات العام الجديد كيف يبدو الحال بخصوص أرقام الإصابات والإجراءات المتبعة طبعا في الواقع وفي خلال ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا نلاحظ بأن اللبنانيين وبأن الوافدين إلى لبنان من المختربين يعملون على السهر طيلة هذه الأيام طيلة عطلة الأعياد هذه عدي الميلاد ورأس السنة وكأنهم يريدون مواجهة الأوضاع البالغة الصعوبة في لبنان من الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية على طريقتهم من خلال الإمعان في الحفلات في التلاقي في تنظيم التجمعات حتى أن كثيرين من الشباب اللبنانيين عندما كانت الحكومة عازمة على التشدد في خلال فترة الأعياد عمدوا إلى استئجار شقق مفروشة كي يضمنوا استطاعة السهر ليلة رأس السنة وهذا الأمر كان سببا أساسيا دفع الحكومة حكومة تصريف الأعمال إلى إطالة مواعيد إقفال الملاهي والمطاعم في مختلف المناطق اللبنانية هذا الأداء يدفع إلى ترقب ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بكورونا بعد انقضاء فترة الأعياد نترقب بين 4 و 5 كانون الثاني المقبل أن يبدأ ظهور نتائج احتفالات عيد الميلاد وفي العاشر من الشهر المقبل أن يبدأ ظهور نتائج احتفالات رأس السنة وهناك توقعات بأن يزداد العدد عن 3000 إصابة في النهار وربما أكبر من ذلك وهذا يدفع إلى توقع الأسوأ في أي حال هناك إجراءات تتخذها وزارة الصحة العامة لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة مع التكرار بأنه على المواطنين التزام إجراءات الوقاية التباعد الاجتماعي ولكننا لا نرى هذا الالتزام أبدا في المجتمع اللبناني يعني إن شاء الله يمر كل الأعياد بسلام من دبي إليك عبدالله الإمارات أول دولة في الخليج تعلن رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة بكورونا ضعنا في تفاصيل بشكل أوفى عبدالله وكيف تتعامل الإمارات مع هذه الإصابات الجديدة طبعا نعم بالفعل يعني بحكم الفتح التي تعيشه دولة الإمارات والعودة إلى الحياة الطبيعية وفق إجراءات صحية صارمة طبعا تتخذها الحكومة الإماراتية أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات هنا في دولة الإمارات عن ثبوت وجود حالات من الفيروس الجديد أو فيروس كورونا الجديد في دولة الإمارات لكن هذه الحالات حسب اللجنة يتم السيطرة عليها ويتم السيطرة على كل من يدخل دولة الإمارات خاصة من الدول التي ثبت فيها انتشار حالات لفيروس كورونا الجديد الحكومة الإماراتية بالحديث عن الإجراءات المتبعة أو التي تتبعها حكومة دولة الإماراتية تعد من الدول الأكثر أمانا ومنذ بداية الأزمة فيما يخص انتشار جائحة كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الأزمة ومنذ بداية الأزمة بالإضافة إلى ذلك هي تعتبر الدولة الأولى عالميا بعدد الفحوصات خاصة وأنها قامت بإجراء منذ بداية الجائحة بإجراء أكثر من 20 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا هذا العدد يمثل ضعف عدد سكان دولة الإمارات هذه الفحوصات تم من خلالها الكشف عن 204 حالات إصابة بفيروس كورونا بالإضافة تم تسجيل خلالها 181 حالة شفاء من هذه الحالات هذه الإصابات صنفت ما بين الشديدة والمتوسطة أيضا عدد حالات الوفاء كانت قليلة بالنسبة لغيرها من دول العالم حيث سجلت من خلال هذه الأعداد حوالي 621 حالة وفاء من إجمال عدد الحالات المسجلة في الدولة أيضا بالإشارة إلى اسمح لي عبدالله نكتفي بهذا الخطر زميلي حتى يتسنى لنا متابعة كل تطورات الحاصلة في تونس من دبي إلى تونس نجلاء رأس السنة ستهل على التونسيين وسط حظر كامل في البلاد ضعينا في الصورة يبدو أن الأمور تتجه إلى تململ أكثر حول هذه القرارات نعم بالفعل هي قرارات استثنائية اتخذتها تونس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية طبعا تم القرار بالتمديد في حظر التجوال إلى غاية منتصف شهر يناير المقبل مع منع كل مظاهر الاحتفالات برأس السنة سواء في الفنادق أو المنتجعات أو المقاهي أو كامل الفضاءات السياحية الأخرى طبعا وأيضا مع كما قلت التنديد في حظر التجوال وغلق المقاهي والمطاعم في ساعات مبكرة تقريبا في الساعة السابعة مساء خاصة في ليلة رأس السنة هذه القرارات كانت وراءها ردود فعل متبينة مختلفة هناك تنديد واستياء خاصة من أصحاب هذه الفنادق والمنتجعات الذين أكدوا أن تفاقم الأعداد بإصابات كورونا هي منذ أشهر وبسبب الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها وزارة الصحة اليوم الأرقام تشير إلى أكثر من 133 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس تقريبا خمسة ألاف حالة وفاة ويعني تقريبا تونس يوميا تسجل ما بين ألف وألفين حالة إصابة جديدة بالفيروس لكن من جهة أخرى وزارة الصحة توصي التونسيين في بيان أخير ليلة أمس بعدم التزاور بعدم يعني الاحتفال بليلة رأس السنة باعتبار أن هذه المناسبة قد يعني تخلف وراءها أعداد جديدة من الإصابات نكتفي نجلة أعتذر لمقاطعتك لديق الوقت دهمنا الوقت فعلا من نجلة من تونس نجلة أبو خريص ومن دبي عبدالله الزعبي وأخيرا شكرا موصول طبعا لكلودي أبي حنة من بيروت شكرا جزيلا زملائي شكرا جزيلا بعدم التزاور شكرا شكرا شكرا